وأبدأ معك أستاذ نظير هل يمكن اعتبار هذه التصريحات الصادرة عن قادة إسرائيل ومسؤولين كبار فيها بشأن إسرائيل الكبرى هل يمكن اعتبارها استكمالا لأسس فكرية دعا إليها من يعرفون بالآباء المؤسسين لدولة إسرائيل والتي تحدثت أيضا عن أن إسرائيل الكبرى ستمتد من النيل إلى الفرات مرحبا بك أستاذ عمر وبضيفك الكريمين وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات الصحيح أن القادة التاريخيين للحركة الصيونية لو أنهم يعيشون اليوم في إسرائيل كانوا قد أسقطوا في الانتخابات وأصبحوا أقلية ضئيلة ويعدون على اليسار في إسرائيل لأن هذه القيادات كانت على رغم أطمعها التوسعية الكبيرة لكنها كانت تتمتع بقدر من المسؤولية بقدر من التعاطي مع المجتمع الدولي وتفهم المجتمع الدولي كانوا يأخذون بعين الاعتبار بعض القضايا أنا أذكر في الكتابات التي لخصت حرب أكتوبر 73 النقاش الذي دار في القيادة الإسرائيلية عندما كان بعض القادة يتحدثون عن ضرورة استخدام السلاح النووي واحتلال دمشق واحتلال القائرة فكانت هناك جولدم إير المشهورة بأنها متطرفة ويمينية جدا ولكنها كانت تقول علينا أن ننتبه نحن صغار أمام الكبار يوجد عالم من حولنا يجب أن نأخذه في عين الاعتبار القيادات الجديدة في إسرائيل هي من نوع أخر هي أكثر صلفا وأكثر طيشا وأكثر طمعا وعنجهية واستعلاء ولذلك تضع برامج لا حدود له من ناحية المنطق ولا تأخذ كثيرا فعين الاعتبار المجتمع الدولي الاحتياجات الدولية وحتى لا تأخذ فعين الاعتبار المستقبل الأجيال القادمة يعني هي تعد للجيل القادم والجيل التالي حربا لا نهاية لها ولا حدود لها ولهذا نحن إذا وضع به تدهر في القيادة السياسية الإسرائيلية وتحتاج إلى رادع أصدقاؤها متلبكون إزاءها نرى كيف إدارة بايدن تتصرف بطريقة يعني فيها هزال فيها ضعف فيها بعض الخنوع وعدم التأثير والعجز شديد يعني مع أن هناك اليوم عدد من الأمريكيين الذين يسحون إذا هذا الوضع ويقولون إسرائيل تريد أن تحارب حتى آخر جندي أمريكي هكذا يفسرون هكذا يرون هكذا يشعرون بأنهم يجرون أقدام الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران وغير ذلك ولهذه الأطماع لهذه القيادة الجديدة اليوم هي غير مسبوكة حتى في تاريخ الحركة الصيونية القديمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر